السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الشباب اليوم في هذا الفيديو رح نشرح كيفية تحذف ملفات تعريف الارتباط في متصفح Microsoft Edge فلا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة شابة جدا بسيطة كل عليكم تسوينها تفتحون متصفح بعدين تروحون على الثلاث مقاطر اللي فوق على الإسهار ومن هذه الواجهة تروحون على خيار الستينج أو الاعدادات فبتفتح معكم هذه الواجهة كل عليكم تسوينها تروحون على خيار الخصوصية والبحث والخدمات وبعدين من هذه الواجهة تنزلون شوي تحت رح تحصلون عندكم خيار مسح بيانات الاستعراض فهنا كل عليكم تسوينها تضعطون على اختيار ما تريد مسحة وبعدين من هنا تحددون الوقت اللي حابين تمسحهم فيه ملفات تعريف الارتباط رح نختار طوال الوقت وبعدين هنا تحطون علامة صح على الأشياء اللي حابين تمسحونها فأنا أبغى أحذف الآن ملفات تعريف الارتباط فرح أفعل هذا الخيار ولكن فيه ملاحظة بسيطة أنه لما تحذفون ملفات تعريف الارتباط رح يتم تسجيل خروجكم من أغلب المواقع وكل عليكم تسوينا تضغطون مسح الآن ورح يتم حذف ملفات تعريف الارتباط أيضا يا شباب هنا عندكم خيارات إضافية تقدرون تضغطون الأختيار ما يتم مسحة في كل مرة تقوم فيها بإغلاق المستعرض وتعدلون على الخيارات فهذه كانت طريقة بكل اختصال لا تنسوا ندعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة